نجي المال للثاثة الثاثة هاي Give reason أعطي سبب باستخدام Use تجي عزيزة طالب ببساط ببساط هاي الجملة الأولى Cars have airbox بعدها شي تقول So you can من يمك So منت عند قاعدة To help you عند قاعدة So you can تجيب So you can وتقول لك هاي الفائدة بسايف من أكراش لحظ الحال Cars have airbox هاي اللي هو من طينية هاي بس ترتيب ترى ممكن صعب هاة جبت اكتبت بعد مني يمك كتبت So you can لذلك أنت يمكنك و جبت Be save in a crush ترى بسيطة حلو ما بس تصفير وهاي جبتها من عندك لأن هاي القاعدة نجي لمن نجي للرابعة الرابعة أوتش يعني دلالة على يعني شو هاي تقول أخ أوكي يعني دلالة على الألم You are standing on my two أنت تقف على قد أصبح قدمك كبير على صبح رجلي الكبير إناش قيل قائد أبولوجايز اللي هو من هو الاعتذار I am sorry تقدر تقول I am so sorry كيفك تقدر تقول Oh I am sorry عني تتفاجئ بس أنا اختصرتها I am sorry وخلاص بما أنه I am sorry نجي لهنا سارة I am sorry very early سارة وصلت بشكل مبكر وقائد لك negative شنو negative Enfy جيد أول شي أجد زمن الجملة أحدد هذا بي إيدي إذن ماذا بسيط من أريد أن في لازم أستخدم نوت النوت ما تشتغل تريد فعل مساعد من الفعل مساعد بالماذا بسيط dead فراح صير dead هذا واحد إن شاء الله الثانية من أخلي dead قبل الفعل لازم أجرد الفعل فراح تكون بهاي الطريقة سارة الفعل نزل بعدين dead لأن ماذا بسيط وعرفت مني خلال ED بعدها arrive شوف هنا كان بي ED حذفت ED وكملت للأخير نقطة النقطة السادسة التعاريف وهنا قال لك define عرف لي pilot الطيار استخدم fly plane يطير طائرة أريد من عدكم عزيز الطالب أيضا ترتيب 3 خطوات 1 103 أول شي اسم الوظيفة المهنة المهنة الوظيفة pilot هذا عود شي بعدين من جيبكم تكتبوا is someone who ممتاز لحد هنا تكتبوها من عدكم بعض الأحيان ينطي يوز بعض الأحيان ما ينطي يوز فهذا الشي تجي هذا الفعل تنتبه لذا bs ممتاز إذا ما bs إت لازم تخلي فهنا هنا ما خليت s قبل لا هنا عندي y قلبت إلى i و اضافة s هاي أضافة s و es فخليها ببالك فصارت who flies a plane وهاي كملتها للأخير هذا بالنسبة للقواعد نحن نجي أيضا قواعد لكن شنو اختيارات يجد اختر the correct choice الاختيار الصحيح اختار الاختيار الصحيح وأيضا يريد منعدكم خمسة وعلي هنا عشر درجات هنا ستة طبعا هسان ترى قاعدة حل ستة انت لازم تحل خمسة يعني تترك واحد نجي هنا العديد من الحيوانات are useful 2 بعد 2 انتبع لقيت اسم ما لقيت اسم إذن المفروض هنا مفعول به ليش لحرف فجر يجو مفعول به من هذا مفعول به الآص إذن هذا جواب تجين الهنا F الشرطية زين هاي الأول الثاني ج هاي F الشرطية الأولى إذن هنا جملتي لازم تكون مضارع بسيط نجي للاختيارات هاي به المستقبل هذا مجرد مضارع بسيط هذا به ويت إذن هذا المضارع بسيط نجي المن للفاثة ها الشيخة تريد وراها ING إي هذا ING لا تعمل اختيارات ها إي هذا ING فش رح صير How about ماذا عن شوف ماذا عن going the hub fishing لأسطياد السمك أما ترجمة النقطة الأولى خاف ما ترجمتها ماني أنماز العديد من الحيوانات are useful to us مفيدة لنا الثانية If you إذا أنت أكلت too many sweets العديد من الحلوى you will feel ill you will feel ill أنت سوف تشعر بالمرض نجي للرابعة that's the man ذلك الرجل فراغ was stopped by the police officer وقايل لي which لو هذني relative pronouns ضمائر الربط ضمائر الوسط نجي عنياك المان يعتبر عاقل ذلك الرجل إذن من هو اللي يدلع العاقل الهو إذن هذا جوابك باقتصار شديد ذلك الرجل الذي أوقف بواسطة ضابط الشرطة نجي المن نجي الخامسة حيدر is teacher ها عدي الارتكل تعرفون عن المباشرة أحدد الموضوع يعني واحد من الأسئلة اللي جتني شون أحدد الموضوع عبوي واضح شوف there or and إذن هذا يحكي لعلى أدوات تعريف التنكير أباوة نجي لهنا teacher واحد موجود بالكون لا إذن ما يصير أختار ذ زين تيتشر بحرف عليه لا إذن ما يصير أختار N إذن جواب إيه واضح بساطة نجي لهنا it doesn't it doesn't إذا أجدت بالجملة تريد فعل مجرد من المجرد have lol has lol hat أكيد have هذا اختيارك بإختصار شديد هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل الصفحة الأولى رح ننتقل آنياك على الصفحة الثانية اللي تحتوي على بقية الأسئلة الإنشاء وإلى آخره من الأسئلة لو تلاحظ عزيز الطالب هنا عدي السؤال الثالث قدامك هذا السؤال الثالث أنا أصيح له سؤال المفردات vocabulary معناها شنو معناها مفردات يعني شنو مفردات يعني التمارين الإسقاط تمارين التعاريف تمارين الأربط فهذا vocabulary and punctuation كلمة punctuation يعني التنقيط وطبعا المفردات والتنقيط عليها هن عشرين درجة رح نيجي للفرع الأول من السؤال الثالث يقول match أربط the words الكلمات with its definitions مع تعاريفها قبل منش في الكلمة definitions هذا التعاريف ويش قايلة قايلة choose five إنه ستة تختار خمسة تجي الأول وحدة three hour more people هذا ما الوحدة الأولى ثلاثة وأكثر من الناس waiting ينتظرون اللاين في خط هذا cue طابور عفية نزلياكي تجي لهنا the fastest living things أسرع المخلوقات من هو falcon نزلياكي activity فعالية مثل الركض والقفز والسباحة طبعا المفروض يكون كاما هنا بياناتين والسباحة تعتبر تعتبر sports آي ريال هو منطق يا always having silly accidents دائما يعمل حوادث سخيفة فاذا شنقول عليها clumsy هاي clumsy نجي لها a question on the answer program اللي هو برنامج سؤال وجواب إذن quiz شو شو quiz شو عائلتي تربح يعتبر quiz شو بعد an assessment of something تقييم لشيء ما يعني شنسوي لها سوي review شن review شون نقول عليها نسوي مراجعة على هذا الشيء لحظ مراجعة نسوي لها نحش عليها نقيم وإلى آخر طبعا التعاريف عليهم خمس درجات راح نجي المن نجي لل B B يقول match ربط بين list A and list B و list B طبعا عزيز الطالب هذا عليها خمس درجات ودائما نقول كلمات مركبة كلمات مركبة هسا نجي شلون أحل آن استاذ يعني قابل أول أول ما يبدأ العام الدراسي تعرفون شون يحلونا أو شون تحلونا الجرخط وطبعا هذا الشيء مصح الجرخط هذا الشيء مصح شون نحل نجي هو سؤال سؤال الثالث B أجي آن أرقم 1 2 3 تعلمتكم على الترقيم وبنفس الصفحة التلفزيون طبعا هي عدك بالمنهج يصلح السيارات زين استاذ يصير واحد يصلح التلفزيون يصير والله وممكن أنه يصلح الروف اللي هو السقف صح لكن اللي موجودة بالمنهج ربورز كورز لو تلاحظ الكورز من هو F إنت تكتب 1 F وين يربح شيربح مدال اللي هي مدالي إذن 2 مع A 2 ثلاثة واتش يشاهد يشاهد شنو التلفز اللي هو B لحظ B أربعة كيك يرك لشيرك لبول كرة تحط C الخمسة اللي هي C معناها read يقرأ شي يقرأ لو تلاحظ A story قصة والصن روف لاحظ هسا جدت شغلات الروف صن روف فتح بالسقف لاحظ هذا حل أقوح الآخر اللي أنا أنا أحب هوا 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 هذا تلاحظ نجي أول نقطة من هي الأولى يصلح السيارات أكتب النقطة الأولى هي ربور هاي الجميلة هذا الحل اللطيف يعني أنا من أجي صحح هاي بسرعة التصح والتخطأ ممباشر واضحة أما هاي لازم أني كما صحح أركز وبعض الأحيان ما أدري دائق احتمال خطأ ما أدري يعرفون إحنا بشر خطائين فكل شي يصير لاحظوا يا فمن اكتب بهاي الطريقة لا هنا مشتحيل يخطأ لكم دارس لغة انجليزية وقوة بطل لا 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 ما يخطأ بإير بورس كور يجي وين وين مدل خلاص نوبا نيجي وواتش وشاهد تيفي خلاص كيك أبول يرك الكرة بعد ويدا ستوري وآخر شي صانروف أنا أحب هاي الطريقة أما هاي الطريقة صح نموذجي ووزاري وهاي الطريقة هي الأفضل بالنسبة لي راح نجي المال للسي السي هو هنا هذا إسقاط عدك مجموعة تمارين إسقاط مثل ما عندك مجموعة تمارين مركبات شون نقول كلمات مركبة وعدك تعارف عدك أيضا إسقاط هذا محتملا يجيب ستة من التمارين ومحتملا يجيب أربعة من التمارين واثنيا من القطع مثلا قطعة نوار رمزي يجيب من عدها وحدة لأن عليها true false يعني يجيب يأخذ لك كلمة ويسوي كياس قاط واضحة الفكرة فممكن يجيب من القطع وممكن يجن هذا اللي موجودة نصا من التمارين اللي موجودة بالاكتيبات يخص الأسقاط يقول باستخدام كلمات من 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 أسفل أو نقدر نقول تشتغل هذا الصندوق اللي جوه وحلي فقط فقط خمسة فقط خمسة لأنه علي خمس درجات نجان ياك لغتي لغتي الأولى فرنس بما فرنس من العلاقة بفرنس بإختصار الشيء فراغ في بعض الوظائف ليست مرتفعة من هو ويجز اليجور دحل وهاي أر جمع وهاي بها إس أكوت رابط الشغل أبات الخفاش ليس طائرة لكن يمكن أن يطير وهي مهمة أول تمرين موجود وين بالوحدة الثالث عندما أنت تصل للبيت الأزرق أوكي تلت 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 أخي الأخ اختيارك فرانس فممكن تجيب بين اقواس وممكن يجي سقاط فتخليها ببالك نجي المن نجي الدي نجي الدي الدي هو التنقيض هذا تنتبه تركزوا هذا لا تنسى ليش هالثاني قبل وصلت له طلعا عيونه ردا ابوي اغلب الطلاب الشطار عدي ينسونه طالب شاطر ينساه كارثة يعني هو درجته ثمانية وتسعين يطيران خمس درجات يصيران ثلاثة وتسعين كارثة غطية اوكي فكارثة فعنش اقول دائما من اريد احل اروح للتنقيض احله واخلص من عنده واضحة الفكرة بعد نجي انياك عزيز الطالب شي يقول يقول ري رايت قعد كتابه الجملة بالله اللي هي باستخدام الحروف الكبيرة الصحيحة وعلامات التنقيض طبعا التنقيض موضوع مهم لازم تشوفونه لا تستهينون به يعني اشكال يعني هسه تلاتري توقفها المقطع وتحله يعني احتمال يطلع عندك خطأ واحد اثنيا واحتمال تحله صح لان انتو انا عارفكم مقطعا نجي لهذا هذا حل بداية الجملة حرف كبير هاو سين وصلت ريم ريم اسم علم لو تلاحظ عزيز الطالب وهذا التصحيح قدامك بعد اش خليتنا خليت علامة استفهام ها هاي ليش استاذ ايه اذا عدك يس او نو معناه اللي قابلها شنو سؤال لذلك اش خليت علامة استفهام بعدين اليس كابتر لتر وبعد اليس والنو اذا جدتك يس اذا جدتك نو لازم عندك كمان بعدها الاي دائما كبير والهاف وش اخلي نقطة هذا التنقيض واضحة بفكرة دير بالك علي مهم راح نجي المن نجي للسؤال الرابع سؤال الرابع يكون اللي هو القصص اللي هو قصة كريم قصة كرن قصة دالية اوكي و الى اخره التاجر القصص والاملاء اللي هو اضافات اضافة اي انجي المعاكسات مقارنة مفاضلة كلها موجود وذن الفرعين عليها نجهة 20 درجة فرع الستوري تايم عليها 10 درجات يقول اجب او اكمل الجمل التالية وايضا جاوب لي على خمسة وعلي 10 درجات يعني اندك ستة تترك واحدة ما هو اسم الكتاب اللي يريد يشتري كريم طبعا اللي هو جزر الملح ولو تلاحظ هذا السؤال موجود بكتاب ما موجود وين بالنشاط فانش اقول ملاحظتي دائما تقول نركز على القطعة ونفهمها واذا عبينا حال وهمة نروح نشوف وزارياتها السابقة واذا ما نقرأ الاسئلة اللي موجودة عليها في كتاب النشاط مع فهم القطعة واضح الفكرة نجي من؟ نجي للسؤال الثاني ما هي الشيئين؟ ما هي الشيئين؟ شنو اشتغلتين اللي أخذان سلام وراح؟ طبعا هاي جريدة الصباح المسائية اللي كان درسنا بعنوان A powerful lesson for everyone اللي هو درس بليغ لكل واحد هنا الشيئين اللي أخذان وياه هنه عزيز الطالب نوت بوك اللي هو دفتر ملاحظات وكاميرا بعد نجي من قطعة كرم كرم held his brothers كرم ساعد أخويه أو أخوانه with their be الهومورك له هاوسورك أعمال المنزلية له الأعمال الواجب البيتي وقال لك choose طبعا حسب القطعة ساعدهم بالهومورك اللي هو الواجب البيتي بعد Who did Dalia live with Dalia مع من وتعيش Her grandparents اللي هو جدتها وجدها أجدادها ليشتن أبوها وأمها متوفين بعد ماجد بوت اشترى كاندل وقال لك ترولو فولز أكيد جواب فولز يعني ماجد ما اشترى كاندل اشترى Certificates اللي معناها شو نقول شهادات تقديرية and were made وقد جعلوا environment يعني جعلوهم سوهم environment ambassadors اللي هما سفراء البيئة for the school للمدرسة وطبعا أطول نقطة بيهن هي high ما تعرفها اكتب عليها تارك لن انت عندك خمس نقاط بعد راح نجانيك المن للبيئ اللي هو spelling الملا لو تلاحظ عليها 10 درجات عزيز الطالب وايضا قال لك write اكتب the missing words الكلمات المفقودة وقال لك هنا اختار لخمسة يعني عندك ستة لازم تجاوب على خمسة اوكو شي جدا مهم هنا عزيز الطالب لازم انت تركز عليه شنو الشي المهم هو مفتاح الحل المفتاح الحل بأول كلمتين موجود بوك صارت بوكس لاحظ من خلال هاي مباشرة هاي اضافة اس الجمع اضافة اس لو تلاحظ فكلمة story شون تجمحها راح نصير stories انت لازم تعرف ملاحظات اضافة الاس اس الجمع عس الشخص الثالث تخليها ببالك نجي الهنام طول صارت طولر شوف مفتاح الحل يقول يابا مقارنة مقارنة زين استاذ شون عرفت مقارنة اي ار تجي انتها سيف ش تصير سيف اجضفت لها بس ار ليش استاذ لان انتهت بي مقارنة نجي الهنام اراك صارت اراكي لاحظ اراك عراقي اذا حول البلد اللي هو country الى nationality اللي هي جنسية المطلوب من عندي روسيا اللي هي روسيا احولها الى روسيا فاش راح اصير راشن هاذي عزيز الطالب مفتاح الحل يلعب دور شوفي اي happy and happy شوفي انا معاكسة اذا يقلك important and important لاحظ اذا يقلك dark لازم انت ش تقلي تقلي bright وطبعا ذلك المعاكسات موجودات اغلبهن بالوحدة الرابعة عزيز الطالب نجي المن وهاي مرة جايه وزاري بالسنوات السابقة نجي المن نجي للخامسة clean صارت clean تحول الفعل المن للماضي don't like من تحولها للماضي شو تصير don't say didn't like باختصار عدك بالتمرين نصا هذا الفعل وغير الافعال انا جايب لك هسا نموذج قاعد اعلمك انت بهلي بعد sad صارت sadly لو تلاحظ هنا اضافة الواي هاي الظروف الوحدة السابعة الظروف الحال اذا طاق good شو سوي لان ما اضيف الها الواي هاي شاذة لازم ادير بالك عليها فالgood شو سصير سصير well زي انا قللك استاذ ليش ما سويتها better ليش ما سويتها best ابوي better هنا اذا مطلوب من عندي شين هو مطلوب من عندي مقارنة والباست اذا مطلوب من عندي مفاضلة واذا هسا ليش حولت الى well لان مطلوب من عندي التحويل الصفة الى ضرف حال فالصفة good من احولها الى ضرف حال لازم تصير well وهذا جدا صعب النقطة السابعة كل الصعب على عمم هذا بالنسبة المن للسبالينج الاملاء واهم فكرة تركزون عليها هو مفتاح الحل مفتاح الحل وطبعا بعد عدكم اضافة ind بعد عدكم المفاضلة يعني بعد عدكم اشياء كثيرة هو ما جايبها بس هذان الى هنا ست نقاط بعد وين يخلي على عمم written component اللي هو عنصر الكتابة الانشاء لو تلاحظ الانشاء يطيق انشاءين يتتة تختار واحد يقول لك choose either A or P اختار لي يا اما اي او بي يطيق انشاءين وطبعا عزيز الطالب اتا عدك اش كم انشاء عدك تسع انشاءات انت ذن التسعة تحفظ لمنعدين ثمانية وتترك لي واحد زين استاذ اكو مرشحات قال او بس فلان وفلان اقول لك استاذ انا راح احفظ اول اربعة اقول لك استاذ انا راح احفظ بس انشاء الوحدة الثانية اقول لك استاذ انشاء الوحدة انا كلما يشتغل عندي انا ما لعلاقين شا تريد سوي اتا سوي انا ما اجازف مستقبلك ما اعرف ش يجيبون بالوزاري ولا الاستاذ اللي راح يرشح لك يجيب يقول لك الله اعلم فهذا راح يجازف مستقبلك واتا بعد بكيفك فاني بالنسبة الي انا حريص جدا عليكم واني ما اقبل عليكم واني اتمنى لكم النجاح واني هسا لو تلاحظ الصوت شون قوة قاعد اجيبة ما يخالفوا تعبان على حساب اتو زي انا اجي انا بالاخير ارشح لكم انشاءين وما يجي نعني شون وشون دوري اش اسوي غير اظل الله كل بروحي سنتين ما انساهه فاني اخاف من انشاء الله فاني ما ارشح لطفا 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 نجي انا ياك عزيز الطالب بالنسبة للانشاءات ملاحظاتي تعلم من عندي واستفاد من عندي ان اذن الصح اول شي ان تكون الانشاء لازم تعرف منطوقه ليش لان اذا اجنك انشاءين ما عرفت المنطوق ما لتنخربت الشغلة ما راح تجاوب حتى لو حافظن كنهن نجي الاول واحد مثلا انا راح احفظ من عنده سمبل افنت اللي هو حدث بسيط اذا هذا انشاء الوحدة الثامنة وهذا ببساطة خاف دير بالك يجيك واحد انشاءات ضخمة ماين اذن ياه ثلاث اسطر ثلاث اسطر حدث بسيط بالنسبة ليه مهم ليش ان هذا موجود كان محذوف وموجود بناية الكتاب محتملا يجي ثلاث اسطر وداعتك بسيط مو كل الصعب ليش احنا عدنا عام دراسي كامل على العموم هس هذا هذا الانشاء انا شارحة ومفصلة وموجود بالملزمة بالاضافة الى write about your life اكتب عن حياتك اللي هو انشاء الوحدة الرابعة ايضا يعتبر مهم وهذا وين هذا عن نفسي انا وين عايش المعلومات كلها تقدر تغيرها زي انا قيل لك استاذ هس هذا انشاء رحها لك استاذ اقدر اغير بي تقدر تغير بي بعدك وشاء الله عزيز الطالب الانشاء خاف تنسي تقدر تروح البقية الاسئلة اللي موجودة تحاول تركب لك كم جملة وتسوين انت فاعل وفعل وتكملة فاعل وفعل وتكملة هذا عزيز الطالب باختصار شديد هذا الانشاءات نفس ما حجيت لك وعندنا ترى عام كامل يعني مو يجيني طالب هسه ويقول استاذ انا عندي ثمان انشاءات شون تحفظين لو تقعد يوميا تخلص لك يوم كامل تقرأ انشاء لو انت بداية السنة لسه شين تسوي فاتخليها ببالك بعد اريد من عندك فكرة قبل لا عنهي ملاحظة مهمة جدا جدا الدفتر بالوزاري من ينطق دفتر رح تشوف به سؤال اول سؤال الثاني سؤال الثالث سؤال رابع خلي جوابك ضمن الاسئلة يعني السؤال الاول بجيب بي الفروع ما للسؤال الاول وخليه سؤال الثاني لا تعبر لي يعني جيب فرع من السؤال الاول تخلي بالسؤال الثاني التزم بالموجود عندك بالدفتر باوع عندك صفحتين للسؤال الاول السؤال الاول حلة بس لان الصفحتين ليش لان هناك اكوليجان كل واحد وشغلة واضحة الفكرة فخليها ببالك عزيز الطالب انتبه لي مني يقل لك السؤال الاول بدلنا صفحتين بدلنا صفحتين بس السؤال الاول تروح للسؤال الثاني بس السؤال الثاني لا تعبر بعد واضحة الفكرة يعني لا تجيب مثلا نقطتين وتخليهن بالسؤال الثالث بالدفتر بالسؤال الثالث وان شاء الله افتهمتوني انا على شونه احتيه طبعا اسف جدا اخذت من وقتكم وطولت كثيرا ولحد هنا قد انتهى درسي انتظروا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة